هل إذا بدك الحياة يلي طلعت منك حدا جديد شو عملت فيك بالتحديد كأليسار شو كسرت إذا بدك بيماري وشو رممت بأليسار بدي دوي أول بارت على سؤالك اللي هو إنه عم نحاول مع راكسة ليش دايماً عنا هال علامة الاستفهيم إنه الراكسة إنساني ما عندها مضمون بالحكي سطحية سطحية كلنا عنا هيك فكر فكركم كله غلط مع احترامي لألكم بس هيدا الفكر موجود بالمجتمع الشرقي نحن مجتمع شرقي أليسار بس أنت مطلع عالم الرأس الشرقي الويسع بلبنان الراقصة غير مفهوم الراقصة بمصر نحن لبنانيين لبنانيين عندك أماني حاضر مقابلات أماني لا أنسيكلوبادي أماني مين شوه فكرة الرأس الشرقي أنا لا أعلم ما بتطلع مين شوه ومين أنا أنا بشوف الحياة من كل واحد الحياة بشوفها من منظاره أنا منظاري عمشوف أنا الراقصة أماني عمشوف الراقصة نريمان عبود اللي عاملة عيلي الله يرحمها بشوف الرأس بمصر في راقصة عاملة مهنسة طرق الشرقي عندها مدرسة اليوم نيتي عزك أنه نحن مجتمع متخلف ما منفهم بمفهوم الرأس الشرقي بشكل واضح كلا أبدا في كتير عالم بتقدر رأس الشرقي كلا وكلا وكلا أبدا في كتير ناس بتقدر الرأس الشرقي هيدا الأقلية من الناس أنا بالنسبة لألي مع الأيام إذا تابعوا بغيروا نظرتهم حتصير نظرتهم يعني باختصار اليوم الراقصة في لبنان تحترم من قبل المجتمع الشرقي؟ طبعا هي طبعا في ناس بيقلك أنت بتلاقي هيدا تقديرك على سار بلبنان أكتر ما بتلاقي بدولة عربية تانية وين ما كيف تقدير؟ للأمانة للأمانة أنت لامس تضيفني اليوم لأنك اسم لأنه بقدم اسم بقدم فن الرأس الشرقي لأنك علامة مسجلة بالرأس الشرقي ما في حدا ينكر أبدا نحن عم نحكي على المجتمع الشرقي كيف بيطلع على الرأس الشرقي؟ أنا لو عم بقدم فن مبتزل قادر تحورني بهذه الطريقة؟ أبدا وأجوب تجبينه على زكاة وسقافة لنفس الوقت بس فيك تسلحي مجتمع كامل؟ الراقصة عندها كونتنت مجتمع كامل يعني قدمة فيك بتحاول بس كمين المجتمعات بيقولولك الرأس الشرقي ستعنار هيدا فن ترجمة نانسي قنقر